ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شبهة أخلاقية وكاد النصب والاحتيال وكشفت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية قامت في الساعة الأولى من صباح يوم الخميس 11 ماي الجاري باعتقال الفقيه يبلغ من العمر حوالي 50 سنة متزوج وأبل طفلتين من منزلها الكائن بمنطقة القارة نوحي إقليم برشيد بعد توالي شكايات مواطنين يتهمونه بالنصب عليهم بعدما قدم لهم وعودا بمساعدتهم للهجرة لإحدى الدول الأوروبية وتضيف المصادر ذاتها أن توقيف المعني بالأمر جاء أيضا بعد تداول فيديوهات مشبوهة على مواقع تواصل الاجتماعي توتق لحظات للفقيه مع مجموعة من الشباب واستمعت عناصر الفرقة الجنائية إلى خمسة أشخاص ظهروا في فيديوهات مع الإمام وينتظر أن تستدعي المحكمة جميع الأشخاص الذين قدموا شكايات سابقة برجل الدين من أجل النصب عليهم في ملفات الهجرة السرية في انتظار ما سيسفر عنه البحث الجاري من طرف مصالح ولاية أمنستات ترجمة نانسي قنقر